موسيقى اهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم اليوم بصوتكم رح نعرض لكم بها أبرز ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر أرقام هواتفنا حتى تططونا آراءكم باللي رح نعرض لكم من مواضيع انتم نشرتوها على مواقع التواصل الاجتماعي أو تحشونيانا بالمواضيع اللي انتم تردون تحشون بيها على الأرقام اللي تشوفوها بأسفل الشاشة الأرقام ذنني اللي تشوفوها تقدرون تتصلون بنا بأي لحظة من لحظات البرنامج في حال ما أتأمن الخطوياكم لأي سبب كان تقدرون تتواصلونيانا على الرقم المخصص لبرنامج الواتساب آخر رقم جواله بصفة الإشارة برسالة مكتوبة أتمنى تكون رسالة متبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة هذا اليوم مشاهدين يا كرام نبدأ حلقتنا وأول ملفه يانا هو ملف المشاريع الخدمية والفساد اللي بيها والتلكو اللي تشوفوها المشاريع مواطن من البصرة يستغرب تذكرون بانتخابات مجالس المحافظات اللي مضت كانت أكوا عود كانوا بيها مرشحين بيهم اللي خسر وبيهم اللي فاز اللي خسر شسوه راح شال المولدة وقشر التبليط اللي بلطها واللي فاز كان واعد الناس بس فلت صار وعده بالضبط وعد عرقوب وتسأل المواطن وين هاي الوعود وين النشاطات اللي كنتوا تحجون بيها وين حقوق المواطنين اللي قلتوا انتوا راح تكفلوها وين الخدمات اللي انتوا قلتوا راح تحققوها للمواطنين ليش اليوم كلها مختفية لدرجة انه ما احد يسمع بيكم ولا احد يسمع بمشروع ولا احد يسمع بشي انتوا وعدتوا الناس راح تسووا خلونا نسمع المواطن شنو قال بالنسف يعني بعض الامور لاحظناها قبل الانتخابات يعني حقيقة اختفت بعد الانتخابات شاهدنا اصوات نادت بحقوق المواطنين شاهدنا يعني اصوات طالبة في تفعيل الدور الرقابي لكن بعد الانتخابات وخصوصا ان هذه الاصوات نالت او هذه الشخصيات نالت اصوات عديدة يعني تصل الى اربعة او خمسة آلاف صوت لكن بمجرد انها لم تعتلي او لم تنال الفوز في هذه الانتخابات لم نلاحظ لها وجود على ارض الواقع للأسف هذا يعني يعتبر خديعة للمواطنين نعم اليوم احنا في قضاء شرط العرب كانت اصوات المرشحين تزدح بالقضاء تطالب ليل مع نهار للقضاء لكن افتشفنا في النهاية هذه خديعة للمواطنين اليوم المرشح اللي حصل على ثلاث تلاف صوت او اربعة تلاف صوت هذه اصواته ذهبت الى القائمة ذهبت الى قائمته لكن من بعد الانتخابات هل جاء المرشح هل طالب للمواطنين هل تابع المشاريع الفاشرة هذا حال المواطنين اللي اليوم دا يتساءلون وين المرشحين وين وعودهم اللي وعدوا الناس انهم رعا يكونون متواجدين حتى ينفذون هاي المشاريع اللي هم رشحوا حتى شنوا حتى يكونون اعضاء بمجلس المحافظات الجديدة او مجالس المحافظات هذا الفيديو من ذيقار مواطن كشف في هذا الفيديو التحايل اللي دا يصير بالمشاريع وإحالة المشاريع الخدمية خاصة بمشروع هذا المشروع انكتب عليه انه مشروع للتوسعة وهذا مشروع لإعادة تأهيل احد شوارع الناصرية تبين بعد هذا الشيء انه الشغل بس هو عبارة عن حفر ومد خطوط صرف صحي مجاري وراه يرجعوني بلطوا لا اكو تأهيل ولا اكو توسعة خلونا نجو طبعا هذا المقطع خاصة توسعة على اساس شارع الكونيش بصوب الشامية هذا يبدي من جسر الزيتون يبسط كلين لحد مستشفى التركي هذا الشارع فقط بخط ناقل مجاري والتوسع ما بيتوسع وهذا قدامكم شوفوا هذا الحفر الشارع قدامكم خاف واحد يقول لك هاي زين التوسع وغين الا زالت هاي البنايات هاي جانب الطريق توسعة هاي الشارع فقط راح يبقى على وضعه بدون توسعة فقط خط ناقل مجاري واكساء عادة تأثيث بس احنا رايش نوا راي تركز احنا قبل فترة من شرنا قبل توقيع عقل محمد هادين محافظة حين مشارع مسحوب صلاحيات وهاي دبع مخالفة حاد ذاتها ادارية من حين مشارع هو رجل ما عنده صلاحيات من قلنا نحال المشروع شركتين بغداد هي الشام السارة وتبارك الدولية والمشروع تحول فجأ التنفيذ الى الصلح اللي جاويت وهذا طبعا عمل ثانوي وهذا طبعا احنا مجدناك من مشروع نباع الشركة ثانوية ما حصدق به هذا اللي دي صغير بذيقار يعني الشارع موجود قالوا توسعة توسعة يعني يا اما يكبار تصير بيه اشياء اكثر ويعادة تأهيل يعادة تأهيل يعني الشارع كله ينشال وينزل شارع جديد بمكانه حتى يعيدون تأهيله لكن انه ينحفر جزء من الشارع بنفس الحالة بنفس الوضع وراه يرجعون نفس الشارع بس حتى يمدون انابيب صرف صحي ويكتبون مشروع توسعة زيان الفلوس اللي راح يأخذوها التوسع ويعادة تأهيل ويمدون مجاري بالبصرة هذا الفيديو اللي دا تشوفوه امامكم اللي صاير هنا اكو سيارة لأحد المواطنين وقعته بحفرة هاي الحفرة المحفورة بأحد شوارع البصرة انحفرت لمد انابيب الصرف الصحي شبكة المجاري شبكة المجاري أصلاً اللي ما تشتغل بحيث انه كل شي تيجي على العراق تمطر الدنيا تغرق ذني الانابيب اللي دا يمدوها شنو فائدتها ما عدا يعرف بس الفائدة اللي بينت بيها انه اكو حفر العالم متأذايا من عدها المواطنين اشتكوا يعني اذا اكو شغل بالشارع ليش مسادي ليش مقاطعي ليش محطين الشواخص تبين انه اكو شغل ليش ما اكو علامات دلالية تقول انه هذا المكان بي حفرة احذر الابتراب منه او لتوصل او لطبلة ليش اثناء العمل الناس تطبوا بشارع او تتفاجئ فجأة صارت حفرة بوجهها وايضا ليش الشغل بالعراق وبالبصرة يتأخر وليش ما ينجز وحسب الناس انه هذا الشغل صار له اشهر تعالوا نشوف هذا الحال الذي تشوفوه امامكم هذا وضع العراق بشكل عام لانه المشاريع الخدمية اللي موجودة بالعراق من ضمنها مثلا المدارس عشرات السنين متاخرة المشاريع اللي موجودة بالعراق مثلا المستشفيات عشرات السنين متاخرة فما بالك بمت شبكة انابيب صرف صحي تتأخر الى اشهر والمضرر الوحيد بهاي العملية هو المواطن السؤال اللي ينطرح صاحب السيارة اللي وقع بالحفرة في حال اذا اصيب بضرر جسدي منه اللي عوضه الشركة المنفذة للمشروع لو دائرة المجاري لو البلدية لو المحافظة وسيارتا اللي اتضررت منه اللي عوضه عن هذا الضرر اللي موجود بها بسبب عدم وجود دلالات وعدم وجود شواغس وعدم وجود عمل صحيح نفس زولة لو واحد ثاني لو رح يقولوله استلم الباب الناس لما شافت هاي فيديوهات علقت احمد حواس الزيداوي يقول اخذوا فلوس 15 مليون عن هذه الاسماء والبعض وعدوا بمنصب سيد ناصر الموسوي قبل الانتخابات كلها تحب الفقراء وتساعدهم وراء الانتخابات محدوا بحال الفقير مع الاسف الركض وراء المصالح الخاصة محمد عبدالله وين السياسيين والمراشحين اللي صرفوا فلوسهم على الدعاية الانتخابية مليارات وترسوا شوارع صور ضخمة وسعرها غالي الله المستعان وصالح مطر البجاري يقول كل واحد صرف الملايين لاجل دعاية انتخابية وغلث وسكت ولكن هذا الشخص كان يقول في برنامج كذب غاية المطالبة بحقوق المظلومين والمغيبين والمشردين من ديارهم قصرا وزورا وبهتانا فكان هذا تعليق الناس على هاي القضايا خضية المشاريع الخدمية اللي موجودة بالعراق اليوم اللي ابعد ما تكون عن مشاريع خدمية اكو مشاريع تسمى بمشاريع خدمية لكن بالمقابل ماكو اي خدمة بالعراق اكو مشاريع لرصف شوارع وارصفة وتبليط فجأة يكتشفون الناس انه التبليط قاموا يسموه شكر لمة بحيث انه مادة الاسفلت او القير بالاصابع تنقلع اكتشفوا انه جسور تنفتح مثل ما صاروا احد جسور محافظة صلاح الدين والصفحة الثانية ما كاملة فجأة يلقي نفسها بهوة فجأة يكتشفون انه اكو شوارع بها تخسفات فجأة يكتشفون انه شوارع ما بها اي خدمات يبنون شارع ويبلطو ويكملو ويخلصوه للشارع وراها تبدي مشاريع خدمية اخرى مشروع لمد اعمدة الانارة مشروع خدمي لمد انابيب الصرف الصحي مشروع خدمي مد لشبكة المياه مشروع خدمي لمد شبكة الكهرباء هاي كلها يحفرون الشارع ويبلطو يحفرون يبلطون يحفرون يبلطون بينما لو اكو تخطيط صحيح فهي من البداية شارع يردون يبنونه بمدينة ما بقضاء ما بناحية بقصبة بأي مكان قدنا شارع طولة هلقت مسافة هلقت يحتاج الشارع كذا وكذا وكذا قبل ما يبلط يكملون ذني من انابيب صرف صحي من انابيب لمد الكهرباء من انابيب مياه من خدمات وراها يبلطون وراها يبدي تأثيث الشارع ويكملون تأثيثه ويكمل الشارع وخلص انتهى الموضوع نهائيا ابو زينة بن النجف حياك الله السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي الشغلة موجودة يعني من 2005 لحد الآن من اول انتخاب نعم من اول انتخاب هو بدأوا بالتزوير نعم معروفة قضية الشامعة ومئة وتسعة وستين والميروح لانتخابها انه تحرم عليه زوجته ومن هاي الكلاوات نعم الشغلة الملموسة يعني احنا بعد والله جزعة روحنا من كتر ما نذكرها وخاصة بالمحافظات نعم يعني وحدة من اعمال هذول أنا سميهم السرسرية والسرسرية والله انظفوا اشرف منهم يعني انتشايف شارع معبد مبلط ها بالقير ما بيارصفة نعم والشارع الفرعي ما لتتشبير نعم بيارصفة ما بيتبليط يعني حتى السرسرية ما سواها نعم هاي واحد ثانيا نشوف من شهر العاشر هو الكهرباء من استمر الكهرباء الوطني جدت الامبيريما المولدات هي المفروض صفر بس احتراما قالوا هم خطيها وذولة كذا جدت التسعير اه الفين دينار نعم لما رحنا نسدد رفضه ويستلمون حولوها على الشهر الوراء داعش اش قاموا او اخذون قاموا اخذون على ستة نعم الناب على اسا استلمون ويطلع لك هذا احمد موسى الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء نعم لا علم ولا فهم ثالث ابتداء يخريج حاول زي صدق تشريب ما ادري زينا جيب مهندس مختص بالكهرباء لا يعرف يحتي نعم وبدأت التبريرات اذا تسمح لي ايران قطعت الغاز وايران قطعت الكهرباء ايطا صار لكم واحد وعشرين سنة ما استثمرتوا الغاز ما في عشر ليش عنا نعم فوق ميارات ان اطهل ايران تسوي وقاموا شنو على مود يرفعون سعر الامبير نعم نعم اتخابر ابو الابو السسمة اللي هم حاطين هم حاطين ارقامهم على كل المولدات نعم كهرباء الفرات الاوسط كهرباء النجف مدري شنو الشكاوة ياعد تخابر يقول لك عيني تمشتي بهذا مو رقم الكهرباء يابا شنو قال هذا رقم النفط نعم قلت لهم وهي مالتكم متو طابعي رقم النفط شنو بعدين تجي كل المشاريع الاخرى يعني هاي مثل اتفاق الصيني من عام 2018 الان نعم يعني الصين تجي تبنينا مدرسة اجيب لك فيه حي من الاحياء حي العدالة اسمه نعم حي الظلم هذا باربع قطع مدارس وحدة مبنية بزنان صدام وثلاثة ارض فارغة غير مفروض يبنوها نعم وحدة صار لهم من 2018 الان فقط سووها هيكل هاي هي نعم الخدمات الصحية الخدمات المدرسنو المي والمجاري كلها صفر او مية تحت الصفر تجي الازبال والله هذا موجود وانا جزيت لكم صور وجزيت لكم حتى فيديو نعم الازبال والانقاط المصيبة انه مكتوبة بالورقة تجيك الماء والمجاري والتنظيفات وانا رحت قابلت مدير عام ماء ومجاري نجف قتل افتهمنا الماء والمجاري التنظيفات شنو قال هاي الازبال قتل تعال اعبر الشارع بس لا ازبال لا انقاط مال محافظة كلها ذات بها وهذا حي راقي وحي جديد حي نظيف قتل لا بدل ما تنظفوه سووه حدائق العوائل وكذا تجيبون الانقاط والازبال تذبوها يعني لا هو منظر لا هو ريحة لا هو كذا ويحتي لك قال الله وقال الرسول لا لساهم الله ولا الرسول فهذا لو تروح لها تروح لها يقول لك انت مو من من منطقتي انت مو من دائرتي انت قتل لبابا انت مخصص للشعب كله نعم ومن تروح على مخالفة للمجلس البلدي انا مرة رحت راجعت رحد هذا يسوا ابو المولد ويقول لك اذا ما عجبك اشلع وار كل ب تقول لي جيبين وياك لازم 32 شاهد قلت لك اذا قاتل يقتل لانسان شهود عدود 2 كافي وهذا على مو ابو مولد تردي انه انا صاحب حق لا تقول شكرا جزيلا شكرا جزيلا لك ابو زينب ابو ميمونة من كاركوك حياك الله ابو ميمونة نعم اذا امكانت نصيلي صوت التلفزيون تسمعني من التلفون يا غالي نعم حياك الله حياك الله حياك الله هلا بيك يا الغالي تفضل ممكن مداخرة يعني هو تعبير عقائي ممكن نعم اللي ضد يعني اه توجهكم مارك الله بيكوب يعني ما هو يعني هو هذي كرهكم له شي له هاي لا بالعكس بس اللي ضد توجهكم القناة يعني ما يش تركاب بحيش هو طاموزين وهذا يعني باش خير نقول ها فالذكر يعني ما عدد شي ويا كوب باش شير نقول يعني مثلا شنو اللي ما قراد عليه أخويا العزيز نعم شنو الشي اللي انت مثلا تشوفه وتقول ما قراد عليه وهذا وهذا المطلوب أخويا العزيز يعني هل هل مثلا تشوف انه تجاوز انت تقول انه صار عدم رد عليه بعيد تعتب عليه هذا اللي ريد نستفهم من عندك عليه هو أكو أكو يعني حقيقة أكو أنه أنه مو كل شي تقولون أنت مو كل شي تقولون صحيح أكو أخطاء أكو يعني يعني أكو أحد ضد فياس القناة يعني ما يشتغل ذا وعند فياس القناة حياك الله أخويا وكل شخص رأيه هو حر برأي يعني ما لنا علاقة أنه معنا أم ضد نحن 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 عن مشاريع مثلا تأخر مشاريع وتلك مشاريع انهيار القطاع الصحي انهيار القطاع التعليمي انهيار الخدمات بالبلد انهيار البطاقة التموينية الرعاية الاجتماعية الوضع التعبان اليد العاملة الاجنبية يعني تقدر تطيني نقطة من هاي النقاط اللي نحن نقولها مو صحيحة ممكن أقولك الحق نعم الرعاية الرعاية الاجتماعية كل العراقين الزجال فون رعاية اش قد الراتب لا اوكي اوكي كلهم اش قد الراتب وينطول اللي طلاف وينطول اوكي راتب الرعاية الاجتماعية اش قد ميتين وخمس سبعين ميتين وخمس سبعين تقدر تقولي راتب الرعاية الاجتماعية ميتين وخمس وسبعين يعني مية او اربعين مئة وثلاثين دولار اش قد تكفي فرد العراقي بالعراق بوسط غلاء معيش اليوم موجود بالعراق كلامك .أني لم أقول لك لا يكون رأية الاجتماعية. إحنا ن JeepSEل علم ساوء الرعاية الاجتماعية دينا نحل على ==== على ناس عندهم أغنياء تجار وعدهم رواتب في الدولة و eightyهم رعاية اجتماعية وشخص عايش بتجاوز !.ما عنده مزجر رزق. كاسبد!ما يقبل ياخله يشرب.ما عنده رعاية اجتماعية هذا نحكي عن رعاية الاجتماعية۔ نحكي على الرعاية الاجتماعية لمن مواطن ما عنده ماتليكة يريد يعيش ويرروح يسجع الرعاية الاجتماعية ويجي واحد يبتزه ويقول لا انا اطلع لك الرعاية الاجتماعية وتدفع لي فلوس هو لو يقدر يدفع فلوس عشان قدر يوكل اهله هذا النحشي اخويا تمام تمام وصلت وصلت وتدلل وكلامك عن رأس اخ ابو ميمونة وان شاء الله ناخد بعين الاعتبار اللي قدت وتدلل اخويا شكرا كورنيش الناصرية محافظة ديقار متلكة من ثلاث سنوات انصرفت علي مليارات حتى ينجز هذا الكورنيش يبين احد المواطني انه سبب تلكه هذا المشروع هو التجاوز اللي صاير عليه من على ضفاف النهر من قبل متنفذين وعدم موافقتهم على اخلاء اماكن الكورنيش واللي يتسبب بعرقلة مشروع كورنيش الناصرية خلونا اشوف طبعا احنا اكثر من 15 مقطع نزلنا على كورنيش محافظة ديقار مدية ناصر كورنيش ناصر كبير وهذا كورنيش صار على عدة مراحل يعني وصل للمرحلة الزاسة طبعا اكوس البيات بالسحنة سمانة نكشفها بعدين نكشفها بالكورنيش احنا اليوم ركزنا على قضية وسابقا مقطع يمنزله وهو حوض نهر الفرات مقابيل المجمع اللبناني وبعدين تحول الشامي هذا شوفوا هذا العمل احنا كله متوقف اكثر من سنتين توقف العمل هذا شوفوا هذا يعني امركزين بي وصوت مقطعين قدمنا دعوة بالنزاهر خصوصا قدمنا على مدية دارة الري محافظة ديقار بخصوص انه محرمات نار الفرات هو ستعاش متر محرماته وما يصير حاولون تطون انتم استدمار فيه للعلم باشي عقبال صندوق خافركم انه يجبون تراب وتدفنون هذا المقطع حتى ما تقدرش انه وزينون هذا المقطع مع المجمع الشامي هذا شوفوا هذا اللي دايصير اليوم محافظة ديقار ابو ميمون احنا حجينا على الرعاية الاجتماعية من المفترض على الدولة انه تحسب الحد الادنى للفقر والحد الادنى للفقر هو يكون راتب الرعاية الاجتماعية وشوية ازود حتى المواطن ما يكون تحت خط الفقر هاي واحدة من النقاط اللي احنا نحكي بها بخصوص رعاية الاجتماعية من بغداد اشتكوا اهالي الاعظمية من الهمال اللي صاير لي كورنيش الاعظمية الجميل وعدم انجاز الشغل به احد المواطني يقول رغم ازالة كل التجاوزات وكل الاكشاك وكل الكافيات والكافتريات والكوفي شوبات اللي موجودة على ضفاف نهر دجلة في الاعظمية لكن ترك كورنيش الاعظمية من دون اي اكمال ويتساعلون شنو سبب اهمال الكورنيش بينما يتم العمل باماكن اخرى خلونا الاعظمية باعوا كورنيشها كل زيان باعوا شوفوا ميابه هذا كورنيش الاعظمية شوفوا الخراب صارت حملة الهدم من ست شهر باعوا فلشة ورزق العالم كل من الطول وصالوا من ست شهر ما احد وصل ولا احد يجيه اهناك كورنيش الكاظمية روحوا على الكورنيش شوفوا الجمال والنظافة اهنان هامليها وعاي فيها من الطول للطول وطبعا هاي بالليان ما احشي لكم بشي صغير لاني انتو تعرفون بعيدا عن الخراب اللي موجود بكورنيش تعرفون شنو اللي اقهر اكثر همانا انخفاض منسوب نهر دجلة في بغداد الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع اول تعليق من مرتضى ماجد يقول منفذين المشروع وينكم وين تدخل الجهات المعنية وليث البغدادي اللي نفذ هذا المشروع تعال حل الخبستك واتقي الله بهالناس وعلي النجار كانت البداية ازالة كل البنايات بجهود مرتزقة والاجتماع اللي صار مع المحافظ اخذوا المقسوم وطرحوا افكارهم وطرس حلوقهم وسكتوا وعبد الستار الدليم يقول نرجو من جهات المسؤولة اظهار معالم مدينة العظمية كونها لؤلؤة بغداد فكان هذا تعليق الناس على قضية الكورنيشيين اللي موجودين واحد في محافظة الديقار بالناصرية وكورنيش العظمية في العاصمة العراقية الحبيبة بغداد نطلع من قضية المشاريع الخدمية ذن ملفها نحكي بها عن تلك المشاريع الخدمية هسا نروح الى الواقع الصحي المتردي هذا الواقع اللي يمثل المواطن بشكل اساسي اشتكوا مواطنين من انقطاع التيار الكهربائي راح يجي واحد يقول ليش تكون المواطنين صارت عادية بالعراق اكو مولدات لكن وين مو بالبيت انقطاع التيار الكهربائي عليهم بمستشفى اهلية بمحافظة بابل تمام هم وين كانوا بالمستشفى كانوا جو المصعد الطامة الكبرى ماكو كهرباء طوارق ولا مولدة طوارق ولا اي شي وظلوا محبوسين بالمصعد فترة من الزمن لانه مطفية الكهرباء بمستشفى اهلية اللي الوزارات العراقية شكوا شي اهله شكوا شي اهلي وخاص تدعمه خلونا نشوف مصحيب والله ها نزل من المصحيب مصارفة انعطل ومصارفة كارثة بس اجعود جتي كهرباء غير دخلو بي اس عجيب وهاي عجيب عجيب وهاي شلون هم الشباب زين قولي لبصالة العمليات لما اندي سوي عملية دكتوري لمريض انقطعات الكهرباء الاجهزة اللي دائر مدايره شلون المريض اللي داخل بالمستشفى بعيادة الاسنان وقاعد طبيب الاسنان يشتغل بسنونه وطفة الكهرباء شلون؟ المريض اللي اللي يحتاج الى اجهزة في حال وجود حالات حرجة واللي موجود بالانعاش شلون؟ المواطن اللي طاب بيسوي تحليل او او شي من الاشياء اللي يحتاج كهرباء مثلا جهاز الطرد المركزي مال مال عينات الدم وطفة الكهرباء شلون؟ يعني ذنك كلها لازم يعيدوها وبالعملية ش يسوي يقبط وينتظر الكهرباء تجي لا يشتغل النوب؟ لو يشتغلون على الانارة ما التليفون من البصرة قدنا مريض يشكو من حالة خطرة هي حالة خطرة من عدة نواحي من الوزارة من الهيئة الصحة اللي موجودة بالمحافظة من الادارة مال الصحة اللي موجودة بالمحافظة من ادارة المستشفى اللي هو بيها من الكوادر الطبية من الاطباء من الممرضين من كل العاملين يشكو من اهمال حالته من قبل كوادر العمل الطبية في مستشفى الشفاء العام هاي الحالة صارت تتكرر هواية بداخل المستشفيات الحكومية انه مريض يدخل ماكو واحد يهتم به بالوقت اللي يجب ان تكون مهنة الطب مهنة انسانية مهنة بها رسالة انسانية واكو قسم الدول اطباء لما نتخرجوا لمساعدة الناس وشفاءهم مهما كانت الاسبع قبل ان تكون المهنة تجارية تعالوا نشوف رسالة الى وزير الصحة رسالة الى مدير صحة البصرة رسالة الى مدير المستشفى الشفاء هذا المريض صلى ساحتين برتها مخابرين على الدكتور جراحوا لحدان ما جاي اذا صار شف هذا المريض توفى من المسؤول عنه المستشفى لو غير المستشفى وينك رئيس الوزراء تعالوا شفاء الحالة الموجودة منها فتاة واي عبنة مريض ماحد بحاله لحدان ما جاي الدكتور لخصان قابرينه من المسؤول بالمستشفى محد ياتي كذلك بخابرنا الدكتور لحدان ما جاي الدكتور السؤال اللي ينطرع هنا على وزير الصحة انت ادائك بالوزارة شنو او وضعك بالوزارة شنو او مهمتك بالوزارة شنو الصفقات لو تدعم مستشفيات اهلية زين اكو اطباء واكو كوادر طبية بالمستشفيات دا يسوون مثل هاي الحالات هاي النسخة لازم تروح الى نقابة الاطباء و الى ادارة المستشفى و الى اه اه الادارة الصحية او المديرية الصحة في المحافظة و الى المحافظة و الى وزارة الصحة اللي موجودة في بغداد و الى رئاس الوزراء كونها اهم سلطة انفيذية بالبلد دوله كلهم لازم يحاسبون من الطبيب الى اعلى واحد بهم لان هم كلهم سبب هذا الشي يعني هاي الناس لما نطبه هي مرضى وقاعد يتلوى من الوجع هذا ينتظر زين اذا طلعت الروح الى باريها لا سمع الله بسبب اهمالك انت كطبيب او بسبب اهمالك انت يا مستشفى من اللي عوض وروح الانسان اللي راحت بسبب الاهمال راحت تقول لي قضاء وقدر امنتوا بالله بالحالات الطبيعية اما اهمالك هادر طبي هاي مو حالة طبيعية طبيعية الناس لما شافت هاي الفيديوهات علقت على هذا الموضوع واول تعليق موجود يعني من زيدون المقصوص يقول مدير صحة البصرة تابع المستشفيات بدون تصوير كاميرا رب العالمين واضحة وخاصة في اوقات الليل سوف ترى الاهمال والفشل في بعض المستشفيات ابو كامل الساعدي مدير صحة البصرة المسؤول الاول على هذه الحالات لكن للأسف السيد المدير مشغول فقط بتصوير فيديو لكل لقاءاته نأمل وقلنا ونشرنا كثيرا زيارة مدير صحة البصرة الى مستشفيات البصرة الحكومية في ساعات متأخرة من الليل وبدون علم ادارة المستشفى ويا ريت يكون بصفة مراجع او مريض وشوفوا بعينك استهتار المستشفيات ابو فهد الدراجي من تروح المستشفى خاصة تلقى دكتور موجود خفارته ويبات بالمستشفى ومن تروح لحكومة تلقى دكتور ابو الاختصاص فالت للبيت يقولهم خابروني وعباس حيدر هو الطبيب يبقى تحت الاستدعاء يعني لازم يتصنون على المقيم الاقدم وتنتظر ساعة نص ساعة ويجي يكشف على المريض انه بيتصل هو على الاخصائي وتنتظر ساعتين يلا يجي هي المشكلة من نظام الوزارة والطبيب ما احد يحاسبه لان وزارة اطباء صارت يعني يقصد ان الوزارة صارت بقيادة الاطباء انفسهم صارت واما اللي يتحكمون بهاي الوزارة وماكوا احد يحاسبهم ابو عمر من بغداد حياك الله حياك الله استاذ افل المحترام وتحيات للقناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام اهلا وصلا استاذ افل احنا نعرف بانه كل وزارة اللي عدنا بالعراق كلها وزارات مهمة من حيث انه تابعا للحكومة ونفس الوقت لازم تقدم واجبها كدور بانه عدنا حكومة وعدنا وزارات مهمة والشعب محتاج كل وزارة الها يعني مثل موضوع اكما تكلمت الوزارة الصحة يعني من الوزارات المهمة اللي جزء كبير عدنا من الشعب حالاتهم يعني فقيرة وما ممكن ان يروحون المستشفيات الاهلية هاي المستشفيات الاهلية نشوفها من الفين لحد الان بدأت كثير مستشفيات يعني ذهب المخافضات واذا كان ببغداد هاي من وجدة من اجل الاحزابهم الفازة ومن اجل المبالغ اللي يتحصلون عليها يعني العمليات الصغرى والعمليات الكبرى وكل هاي الامور يعني اززيد من الفساد اللي هاي العكومات اللي جاي تحكم العراق طيب كثير عدنا مواطنين وكثير عدنا من الفقر كثير عدنا من العطالة والبطالة اللي وصلت نسبة الفقر اكثر من 40% هذول يشيرون بالناس ان يشوفون الكادر بالمستشفى اي كادر يعني ما عندهم اي يعني دور يعني واجب ان يقدمون خدمة للمواطن ناس المفروض عليهم المدير العام وزير الصحة ان يتابع هاي الامور يعني لمن نكون عدنا حكومة لازم نفتخر بهاي الحكومة بس للأسف هم دينزلون مستواهم هم قاعدين يقلون من شأنهم قاعدين يعني هاي امور مثل وزارة التعليم كل هاي الوزارات يعني يقولون احنا ناس فاشتين واحنا ما نقدم خدمة يعني مجانية للشعب بس علينا انبداء المستشفيات هاي الاهلية لانه تابع انه واحنا المواطن قمنا بعد ما نهتمنا هاي الصورة يعني دتوضح انه انه للشعب العراقي فللأسف للأسف يعني لو عدهم غيره وضمير ما كان انه هاي الهمال اللي قاعد يصير والناس اللي جايد دتروح يعني دت ودتوفى والناس اللي ما قادر على العلاج اللي تشتري هاي الامور واجبها الدولة واجبها الصحة يعني احنا شنو فايدتنا انه عدنا هاي الاحزاب اللي كومشة الوزارات والعمايم الفازة اللي يدعون احنا الاصلاح واللي يدعون احنا ناس يعني اهل هذا البلد وينكم وين غيرتكم على بلدكم على حبكم وناسكم وهلكم انتو ناس تبعية الايران وناس بتحبون العراق هذا وضع عراق كل المستشفيات اللي كان بالكاظمية ومديدة الطيب او مستشفيات الكندي هاي اللي كلها يعني يعني اصبحت مستشفيات تدخل بيها يعني اجلكم الله الحيوانات كلها مستشفيات وصخة هاي المفروض يتحاسب المدير ويتحاسب كل اللي اللي مسؤول بيها بس للأسف احنا ما زالت عدنا لازل عدنا حكومة ولا عدنا وزارة بيها اتمثل وزيرها وتمثل مدارها ناس كلهم فاسدين بس مجرد انه يستحصلون على هاي المبالغ ما نقول انه حسبنا الله ونعم الوكيل من هاي الحكومة واحزابها وحسبنا الله وحسبنا الله ونعم الوكيل وتحياتي الى كمسان تحياتي تحياتي شكرا جزيلا لانا اتمنى المسؤولين الموجودين بالعراق خصوصا على ملف الصح يطلعون الى دول الجوار ودول العالم ويشوفون بالعالم اكم استشفيات حكومية واكم استشفيات خاصة المواطن الفقير يتعالج والغني يتعالج راح للحكومة يتعالج راح للخاص يتعالج الفرق في دول الجوار والمنطقة انه ممكن تلقى فرق بالغرف بالخدمات بالحالة اللي انت تشوفها مو بالعلاج اما بالعلاج الفرق ونفس الشي الا بالعراق المستشفى الحكومي الوزارة هاملته والمستشفى الاهلي عادي وحتى المستشفى الاهلي مثل ما شفنا ببابل انقطعة كهرباء بالمصعد بالناس الروح الى الانفلات الامن اللي دا يعيشها العراق واللي مستمر بهذا البلد وانتشار السلاح على قدم وساق رغم اعلانات الحكومة ووزارة الداخلية عن الحد من هاي الامور بهذا الاسبوع صار ادنى اكثر من ثلاث نزاعات عشائرية طاحنة راح ضحيتها عشرات بين قتل وجرح اولها كان بمنطقة الهندية تابع لمحافظة واسط او تابع لمحافظة واسط ورمانيشة بصراع مسلحة بين عشرتين بالمنطقة ولحد هاي اللحظة ما نعرف شنو سبب النزاع اللي صار بالهندية اشتركوا في القناة اقولكم موزير الداخلية قال يمكن تعامل النزاعات العشائرية معاملة الارهاب لو انا غلطان بس حبيت اذكر اذا هو قال هاي الكلمة هذا النزاع بنص بغداد نزاع عشائري مسلح منطقة الفضيلية اللي استخدمت فيه كافة انواع الاسلحة بوقت القوات الامنية والدور الامني غايب عن الساحة نهائيا قاعد نشوف ترجمة نانسي قنقر تتعلي دولي واحد واحد يسلمني على عبدالامير الشمري يقول لحبيبي ترى بغداد بصفك شمرت عصر مو بعيد عليك واحد وهم قاعد يرش قلبي ترى متنوير بيدك سلاح وبعد يعني نريد نعرف عركات على شنو شنو اللي صاير اذا تردون تعرفون سبب عركة او نزاع او صراع اللي راح تشوفوها السهل هذا بقضاء تشبايش بمحافظة ديقار نازعوا ابناء عشرتين على قطعة قاع النزاع اللي ببيناتهم ادى الى مقتل سبعة واصابة اخرين خلونا نشوف مشاهد النزاع مالتهم هذا هو رمى هذا هو رمى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يضرب ويسقى عليه الماء الحار المؤمن الناس لما شافت الفيديوهات علقت الصفار تقول غير تستخدمون اسلحة اكثر تطور وين الطائرات تستخدموها للقصف اكثر خسائر في اقل وقت ان شاء الله محمد الزيرجاوي يقول غياب القانون تكون هكذا النتائج وعلاء يوسف هاي تالية حكومة حبر على ورق هذولة وين كانوا قبل الفين وثلاثة كان بيهم زلم لا والله اش حدا اللي يفتح حلقه وابو سجاد البهادلي في عراق بس الرمي والنزاع العشائري ماكو والعراق والنزاع العشائري ماكو مخافة الله ولا قانون يردع الخارجين عن القانون والسلاح المنفلت فكان هاي تعليق الناس على هاي القضية هي السلاح المنفلت اليوم هو اليوم الدولي للتعليم واللي تصادف ذكراء 24 كانون الثاني من كل عام 24 واحد من كل سنة هو يوم التعليم بالعالم يمر العراق والتعليم بالعراق بأزمات كبيرة ورما كان الى ماضي مشرق ورما كان التعليم بالعراق من الانظمة التعليمية المعتمدة يمهواية من الدول دول الجوار والعالم لرصانتها التعليمية ومكانتها ايضا اما اليوم فهو بعيد كل البعد عن الرصانة وعن الاعتراف العالمي بأنظمة التعليم العراقية لهزالتها الانفوغرافيك التالي اللي عده لنا قسم التواصل الاجتماعي بقناة رافدين يتكلم عن هذه القضية خلونا نشوفها ترجمة نانسي قنقر 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 القضاء على التعليم هو القضاء على البلد بشكل كامل لأنه نهاية التعليم هو نهاية أي شيء مثمر في مستقبل هذا البلد الكل يعرف أنه قناعتها نافذة تعتمدها هي نافذة أنت ترى دي وضع رسائل الناس حتى يصورونا اللي هما يردوه من رسائل وتنشر على قناة الرافدين أدنى فيديو من مواطن يشكو من تلك المشاريع الخدمية اللي موجودة في محافظة بابل تحديداً في ناحية الإسكندرية هذا المشروع متلك منذ منذ أكثر من سنة وتلك هذا المشروع يثقل كاهل المواطنين ويسبب بسرقة أغلب الأموال المخصصة لهذه المشاريع بحسب كلام الشخص اللي أرسلنا هذا كلام ودزلنا هذه الرسالة وتمنى أنه نطلع في برنامج صوتكم ونتكلم عن قضيتهم في ناحية الإسكندرية شمال معافظة بابل من وجود الكثير من المشاريع الخدمية المتلكية ويقول هاي المشاريع تسبب لنا معاناة هاي المشاريع تأذينه وأكو سياسيين وأكو ناس يقولون نحن جايين لخدمتكم وين قضية خدمتكم وين قضية العام 2024 عام الإنجازات وين قضية إنه الناس اللهم الأحقية بهذا البلد فأرسلوا لنا هاي الرسالة مشاهدين الكرام هذا كل ما موجود يانا بحلقة صوتكم لهذا المساء مشاهدين الكرام نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة من برنامجكم اليوم صوتكم يوم الجمعة إن شاء الله انتظروني في أمان الله اشتركوا في القناة